أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عن سر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكونن من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم القرآن فيه ظاهر وباطن وفيه تفسير وتأويل وقد عرجنا على هذا الموضوع في السنوات السابقة أتصور هل نحن نستطيع أن نؤول بعض آيات القرآن الكريم لا ليش لأن التأويل هو من باطن القرآن والباطن لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم القاعدة ما تقول القاعدة الفقهية والعلمية التي ندرسها في الحوزات العلمية تقول أن التأويل فقط بيد المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين إذا رأينا حديثاً رواية من الرسول صلى الله عليه وآله من فاطمة الزهراء سلام الله عليهم من الآئمة الاثني عشر والرواية يكون سنده صحيحاً أولاً ثانياً لا يخالف العقل ثالثاً لا يخالف صريح القرآن رابعاً لا يخالف ضروريات المذهب أربعة شروط اليوم دارست شوية حوزوي الرواية التي تؤول آية الآية ظاهرها الشيء والرواية تقول شيء آخر هذا بأربعة شروط يمكن أن نعتقد بها الشرط الأول نكرر أن يكون الرواية أو تكون الرواية سندها صحيحة ثانياً أن لا يخالف العقل ثانياً عفواً ثانياً أن لا يخالف العقل ثالثاً أن لا يخالف صريح القرآن رابعاً أن لا يخالف ضرورياً من ضروريات الدين والمذهب عند ذلك نأخذ بالرواية هذا من أحد التأويل التفسير لا يسألك شنو معناة قل هو الله أحد هذا ما يحتاج تأويل قل يا رسول الله هو الله أحد هو توحيد هذا أما أكو أشياء متشابهة من نفهمها إحنا هذه لازم لا يفسرها ولا يؤولها إلا الله والراسخون في العلم كما في الآية هذا موضوع الموضوع الثاني اللي أيضاً مهم جداً في التفسير في علم التفسير في فهم آيات القرآن هذا هو ما يفيدكم أكو خطابات موجهة إلى النبي والحال أن النبي ما يحتاج لهذا الخطاب يعني مثلاً إذا قال له يا رسول الله دير بالك لتصير مشرك أخوة شلون يصير هذا النبي معصوم وقد نزلت الآيات القرآنية بواسطة جبرائيل على قلبه فكيف يكون أن هذا الخطاب الشكل شنسوي أحنا الجواب أن هذه في البلاغة العربية في علم البلاغة تبحث وقد درسناها في الحوزات العلمية أنه بعض الأوقات الإنسان يخاطب شخص ولكن يعني الآخر يسموها إياك أعني ده خاطبك واسمعي يا جارة هذا من البلاغة فإذا رأينا آية هكذا يجب أن نأولها أو نفسرها أنه هذا خطاب للنبي ولكنه بالحقيقة خطاب للمسلمين للناس للمشركين بعض الأوقات هذا اثنين ثلاثة إذا رأينا آية من الآيات القرآنية ظاهرها يفهم من ظاهرها خلاف ضروري من ضروريات الدين والمذهب مثلا هذا شمع رقائل هذا الشيء مثلا إذا رأينا أن آية من الآيات عندما تقراها تشوف هذه تدل على تجسيم الله لأن الله جسم عند ياد عند رجل عند عين عند شعر في كتاب شفت وشعره كشعر القطط استجروا بالله إذا شفنا هذه الآية ما نسوي بها؟ الجواب الجواب يجب أن تؤولها ما يحتاج إلى رواية ولا حديث بعد هنا ما تحتاج إلى حديث من المعصوم من الإمام من الرسول أنت لازم تأولها شلون؟ لأن هذا يخالف الضروري منانا يقول لك ليس كمثله شيء يعني الله منانا يقول لك هو الغني يعني شنو؟ يعني لا يحتاج إلى شيء إذا واحد عنده يد هو يحتاج إلى يد فشلون يصير فإذا شفت آية تقول يد الله فوق أيديهم بعد رواية ما تريد أنت رأسا قول يد الله يعني قدرة الله فوق قدراتهم إذا شفت آية تقول أنه هذا شنو الآية المعروفة أنه في الدنيا أعمى وفي الآخرة أعمى شنو؟ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى شلون هذه؟ أكو ناس متدينين أتقياء أولياء الله وعميان ما يشوفون يعني إذا واحد شفناه بالديوانية هنانا أعمى يوم القيامة ما يجي أعمى ما يصير هذا هذا خلاف عدالة الله خلاف الحكمة خلاف العقل أصلاً خلاف ضروريات الدين فرأسنا أولها فسرها اعطي معنا الثاني من كان في هذه أعمى يعني أعمى القلب كما في آيات أخرى أكو لهم أعين لا يبصرون بها هو عين عنده شنون إذا عين عنده ما يبصر؟ يعني ما عنده بصيرة عين قلبه لا يراه أو لا تراه العين مؤنثة عين قلبه لا تلاحظ ولا تراه هل شنون مرحوظة شارت؟ لأخصت لكم مع السنة دراسة بالحوزة في خمس دقائق صلوا على محمد الله اهلانا في هذه الليلة عندنا هكذا آية الخطاب للنبي بس مو معقولة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن كنت الخطاب المن؟ لرسول الله بعد كنت يا رسول الله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك عجيب يعني معقولة النبي شك في الوحي مستحيل مستحيل إذا ورد هذا الشيء بعد ماكو أي اعتماد أي تقبل لكلام النبي لأن النبي إذا هو شك فشلون يريد يهديني يعني شلون يهد المسلمين المشركين هذا رأساً أولا ما يحتاج إلى رواية بعد فإن كنت في شك يعني أيها القارئ أيها المسلم أيها المشرك ليش تخاطب النبي أو تقول بالبلاغة اللي شرحناها إياك أعني الخطاب للنبي واسمعي يا جارة هذا حتى عند الشيسم أكو عند العرف الدارج عندنا موجود لما تريد تنصح واحد تقول له إليه بس لتسمع الآخرين هاي أيضاً موجودة عندنا في العرف الدارج عندنا فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب إهلا نفد ملاحظة أكو الآيات السابقة حول شنو كانت اللي خلصناها البارحة حول موسى وفرعون موسى منه سلام الله على موسى نبيه اليهود يعني النبيه بعض أهل الكتاب كتابهم شنو توراة فيقول أنت يا المسيحي يا اليهودي يا المشرك اللي يسامع بالتوراة والإنجيل إذا عندك شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك أكو ناس موجودين في الجزيرة العربية يقرؤون الكتاب كتاب يعني شنو توراة هنا أنا معناته التوراة الإنجيل اسألهم خلو شنو أسألهم كل المعارف التي طرحها الله سبحانه وتعالى دقيقوا أكرر كل المعارف والمنظومة المعرفية التي طرحها الله سبحانه وتعالى في القرآن الموجودة في التوراة يعني هناك يقول الله واحد هناك يقول الله واحد هناك يقول أكم عاد هناك يقول أكم عاد هناك يقول النبوة هكذا معصومة هناك من نفس الشيء يقول السحرفة وذاك بحث آخرها يقول التوراة الأصلية هناك يقول هذا نبينا هذا الرسول الذي بعث محمد صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى خصوصية نبوة النبي خلو موجود في التوراة موجود إلى الآلم موجود موجود في الإنجيل أكرر الآية حتى تكون واضحة فالخطاب ظاهرا إلى النبي صلى الله عليه وآله ولكن الخطاب للناس الذين يشكون في أمر هذا القرآن واضحة الصور إذا واضح سووا صلوات السيدة مجال اللهم صلى الله عليه وآله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتابة من قبلك اليهود المسيحيين أصحاب التوراة أصحاب الإنجيل الكتب السابقة روح شوفهم هاي الأشياء اللي حين جايبين لها في القرآن نفسها موجودة في التوراة يعني الأصول الأساسية الركائز الأساسية للعقيدة الإسلامية الموجودة في القرآن كلها موجودة في الكتب السابقة لقد جاءك الحق من ربك إذا هذا الشكل معناته هذا الذي جاءك من ربك هو حق لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الممترين شنو الشاكين شنو أول شي يقول فإن كنت في شك هنانا ممترين الممتر الذي ما يدري شكو ماكو يبقى هايم يبقى ما يفهم شنو صار بالنتيجة هاي الحالة لا تكن منهم يعني روح دور على الحقيقة هذا أيضا خطاب في هذا العصر أنا دائما أفكر أنه وأطبق الآيات على العصر اليوم أحد ما يقدر يقول أنا ما أقدر أفهم ليش؟ لأن أكو أكو كتب أكو مكتبات أكو انترنت أكو علماء روح دور روح ابحث لتكون ممتر لا تكون من الممترين اللي هو ما يدري شكو ماكو ليش؟ لأنه أنت وراك وسؤولية شرعية مسؤولية عقلية وراك هاي الآية خلصناها بعدين يعرج القرآن يقول هناك الناس تفترق قسم منهم يروحون يدورون لا يشكون لا يمترون يدورون على الحقيقة ويصلون إلى الحقيقة وبعض الناس يكذبون كيف هم؟ خلق الله الناس مختارين كمان نقول دائما إخواني هذه صفة الاختيار التي أنعم الله بها علينا أعظم صفة أعظم خصلة أعظم مكرمة أتصور ولا أقول جزما أتصور أنه لقد كرمنا بني آدم معناته كرمناه بميزة الاختيار أعطيناه شخصية أنت تختار الجماد ومختار النبات ومختار كل شكل واقفة هذه الصخرة واقفة أنت جبتها خليتها هنا ما لها اختيار أما الله أعطانا صفة الاختيار فالاختيار يجعلك أنت مسؤول عن نفسك وعن مستقبلك وعن مصيرك شو تقول الآية ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله ما دام القرآن الآية السابقة شو تقول اسألوا اللي يجوا قبلكم اليهود النصارى الكتب رح حقك رح تبين رح تعلم وأنت مختار ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله هنا لما أنا مختار ورح تدورت ووصلت إلى الحقيقة وكذبت لا سمح الله كذب فلان خب بعد أنا تقصيري على رقبتي بعد أنا عاتقي أنا المقصر ولا تكونن أيضا للخطاب إلى النبي ولا تكونن يا رسول الرسول يكذب فكل هذنين أولها كما قلنا في أول الحديث ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله ليش لأن كذبت بآيات الله فتكون من الخاسرين خاسر عمر يعني هذا العمر نعمة إلهية موهبة إلهية الله أعطى لياه حتى نفهم حتى نرتقي حتى نسمو نعلو نتكامل خب هذا اللي يروح يدور أو يدور يصل إلى الحقيقة لأن التكذيب التفتوا هاي كذيب كلمة التكذيب غير الكذب يقول الكذب واحد يكذب بعدين يستغفر الله التكذيب معنى ذلك أنه وصل فلان إلى الحقيقة وصل إلى الحق عرف الحق ولكن كذب تقريبا معناه معنى الجحد يجحد يعرف كل شيء يجحد ينكر هذه في الأمور العادية في السقم موجود في المعاملات التجارية موجودة في العلاقات الزوجية موجودة وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَةِ اللَّهِ ليش فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ عمرك خسارة بعد ما حصلت شيء من عمرك حب ما دام هالشيك صار شيء يصير هنا مرة ثانية يجي إشكال الجبر إشكال الجبر شلون إن الذين حقّت عليهم كلمة ربك حقّت عليهم كلمة ربك يعني شنو ظاهر الآية يعني القضاء الإلهي الكلمة الإلهية سنة الله حقّت عليهم أن يعذبون عجيب يعني الله يريد جايب الناس حتى يعذبهم لا حوله ولا قوة إلا بالله نستجير بالله ما يصير هذا هذا التكملة للآيات السابقة الشخص الذي علم الحقيقة وباختياره كذب الحقيقة وأنكر وجحد شي صير يجي قانون إلهي فوق راسه حقّت كلمة ربك على الذين كذبوا ما صار واضح 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 وصوى صلوات الله أقرى مرة ثانية إن الذين حقّت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون بدل الآية الذين صحيح صحيح ولكن اللي هو ما يريد يؤمن ويكذب حقّت عليه كلمة ربك أن هذا بعد ما يؤمن هذا أيضا إشارة إلى عصر النبي وعصرنا أيضا النبي صلى الله عليه وآله كان يدعو المشركين إلى الهداية يعظهم يريد أن يوصلهم إلى الهداية يتحفهم الإسلام تحف جايب لهم قسم يقبلون قسم ما يقبلون يقبلون باختيارهم ولا يقبلون أيضا باختيارهم خب هذولة بالنتيجة شنو يصير يصير أنه لا يؤمنون يعني يا رسول الله دير بالك ليس معنى ذلك أنه أنت تفكر كل الناس سيصيرون خوش أوادب لا أكو ناس حقت عليهم كلمة ربك بس مو بالجاب حقت لأنهم لا يؤمنون حقت عليهم كلمة ربك أنهم لا يؤمنون باختيارهم فما دام هالشكل كن على ثقة يا رسول الله أن بعض الناس سوف لا يؤمنون وهذولة حقت عليهم كلمة ربك مثل الطالب بالصف خلينا نمثل بالمدرسة الطالب بالمدرسة الأستاذة يلقي دروس وقدامه أربعين خمسين طالب بعضهم يفهمون زيان يستوعبون يلاحظون فكرة مو مبرة مو عند اللعب مالا يستوعب الدرس وبعدين يكرر بالبيت ويقرأ الوظائف يسويها وينجح وأكو طالب ما ينجح ليش؟ لأنه ما يستمع للأستاذ هذا هذا مختار وهذا مختار ولكن حقت كلمة المدرسة هذا للتوضيح دقول بنقول حقت كلمة ربك حقت كلمة نظام المدرسة أن هذا الذي لا يدرس شي يصير لا يدرس يرسب طبيعي هذا فالآية واضحة بس شوية لازم تفكر فيها حتى ليصير فكرك حول الجبر مثلا لا سبح الله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون يدول ولي يؤمن خلاص بعد لأن توالت عليهم المعصية تراكمت الذنوب على قلوبهم عدهم حقد عدهم صفات رذيلة ما يردون أنه يتخلصون منها فهذول لا يؤمنون فعيفهم بعد ولو جاءتهم كل آية إذا أي آية وهذول كانوا يجون عند النبي بعضهم للاستهزاء يجي يريد يضحك يريد يستهزاء سخرية يطلبون من النبي معاجز النبي مو قاعد هشكل كل واحد يجي يجيب لمعجزة يجيب لمعجزة هو جايب معجزة القرآن هو معجزة وأيضا جايب معاجز كثيرة مراويهم منها شق القمر اللي كلهم شافوا بعد منها الشجرة التي تنطق منها منها آلاف يقلون أربعة آلاف معجزة عندنا النبي في الكتب موجودة كان يقول لهم الغيب إضافة على أنه جايب مشروع تربوي ينقذهم هذا ما عنده معجزة عنده مشروع تربوي أخلاقي تربوي ثقافي لدي غير المجتمع الفساد يشيله فليش ما تقبلون إضافة على أنه يطلبون آية يا رسول الله إذا تريجيب لهم أي آية ما يمنون القلب لاستجير بالله هذا هذا المكان يستجيل القلب هو معنات القلب أو الدماغ أو الروح أو النفس أو الصد أنا ما أفهم هالأمور دائما أقول لا أدري بس أكو الشيء في الإنسان مكان الإدراك قوة الإدراك والفهم هذا إذا سكر غشا وصارت عليه بعد ما يفيد إياه كل ما تنصح ما يفيد بعد الموعظة لا تؤثر فيه يشوف الحق يكذب وينكر يستجير بالله ولو جاءتهم كل آية أي آية تجيب آية يعني معجزة حتى يروا العذاب الأليم هناك في الشيء محذوف بلاغيا محذوف يعني مو أنه محذوف من القرآن ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنون مثلا لا يقبلون لا يصدقون إلا أن يروا العذاب مثل منه مثل فرعون البارحة قرينا فرعون آخر لحظة عندما أتاه الغرق كما قال القرآن قال آمنت بالذي آمن به إله ما يشرب أن يصال طيب شن يصال الآن بعد ما يفيد إذا أجل العذاب الأليم بعد ما يفيد هذه سنة إلهية نكرر ولو جاءتهم كل آية هنا لنشيء محذوف تقريبا بلاغيا محذوف يعني هذول ما يؤمنون ما يصدقون حتى يروا العذاب الأليم عندما يرى العذاب الأليم يجي يسلم نفسه بعد ما يفيد ليش لأنه الإيمان الذي له قيمة معنوية ذاتية هو ذلك الإيمان الذي أنت باختيارك وبحبك لذلك وبقبولك الشخصي لذلك الذاتي تقبله وإلا إذا أنت مضطر بعد مثل واحد يخليه مسدس على رأسه يقول اشرب خمر هذا هذا ما لا قيمة هذا ما لا قيمة القيمة للذي تختاره أنت بنفسك وتقبله ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم بكرة نقرأ إن شاء الله إن بقينا أحياء قصة صاحب هذه السورة يونس ذنون سلام الله عليه كيف إيمان إجباري صلى الله أي يعني بالنتجة ومؤمن يعني يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أصبح وأمس والآخرة أكبر همه جعل الله الغنى في قلبه وجمع له أمره ولم يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه الناس على قسمين قسم همهم دنيا للاستفادة الوقتية ولكن الهم الأساسي هم منه الآخر شنو الآخر القسم الآخر كل همه الدنيا ولا يفكر بالآخرة والمعاد والقابر والبرزخ والجنة والنار والثواب والعقام قسمين أكو ناس الرسول يفصل يقول إذا واحد أصبح أصبح مو يعني بس الصبح يصير شكلها أصبح يعني دائما كل يوم اللي يقوم من الفراش أول ما يقوم يفكر بالدنيا صرقات الصباح عم ما يصلي من أصبح وأمس يعني من الصباح إلى الليل والآخرة أكبرهم منو من عندنا الشكل يلا كل واحد يجرب نفسي ما أريد أقول يعني 24 ساعة أن أكون في ككل الآخرة والمعاد والقبر لا الأشياء اللي تحدث للإنسان أريد أشتري أريد آكل أريد أشرب أريد أتزوج طبعا ما أريد أتزوج ها أريد أتعامل مع شخص أريد مثلا أصادق شخص أريد حتى أقرأ كتاب كل شي يفكر هل هذا يناسب آخرتي أم لا يناسب هذا هو هذا معناته مو أنه دائما في ذكر القبر والمغتسل لا من أصبح وأمسا يعني من الصبح للليال والآخرة أكبر همه جعل الله الغنى في قلبه عجيب الله أكبر إيه والله هذا صحيح أكو ناس فقراء فقراء بس عنده غنى في القلب قلبه غني ليش لأنه ما اعتمد على الله سبحانه وتعالى جعل الله يعني جعلت تكوينها يعني الله يعطيه في الهدية عجيبة أصلا ما يحس أنه هو فقير هو عاجز يقول أنا غني كل شي عندي الحمد لله وجمع له أمره أمورة تدبر من كيف تدبر ولم يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه هو رزق معروف بعد ما قيد أكل ما قيد أشرب ما قيد أنام ما قيد ألتذ معين هذا حتما يستكمل رزقه بعدين إلى أن يموت هذا قسم القسم الآخر فداك أبي وأمي يا رسول الله ومن أصبح وأمس والدنيا أكبر وهمه هذا القسم الثاني من الصبح لللييل فقط فكرة الدنيا جعل الله الفقر بين عيني الله أكبر عندها أنا عندي أمثلة بس ما دي قدر نحك أمثلة عجيبة ما يصير عنده كل شي عنده ملايين عنده أرصد عنده ما دري يخوت عنده قصور عنده سيارات عنده بس بعده يحس بالفقر إيمان ما عنده ولكن يحس بالفقر يعني كأنه ما عنده شي بابا أنت عندك كل شي وما يستفيد من كل شي ويخلي ها لأولاد يروح جعل الله الفقر بين عيني دائما يفكر بالذل لأن بعده عنده طمع هاي وحده وشتت أمره أمور مت الدبر دائما في كآبة ولم ينل المشكلة هذه ولم ينل من الدنيا إلا ما قسم له بالنتج جيد كان مقسوم إلي يأكل يأكل إلي أن يروح إيش قد يقدر يشرب يشرب إلى أن يروح فالقسم معين يعني حقيقة إذا واحد شوي يفكر في هذه المواعظ ويطبق على نفسه يفوز يفوز في الدنيا ويفوز في الآخرة اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم اغفر لأمواتنا اللهم اقضي حوائجنا اللهم اشف مرضانا من سألنا الدعاء اللهم اقضي حاجته اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صدواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ونليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا من رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عن سر ونسر ونسر ونسر